سبور اكسبرس في مرحلة التأهيل البدني وما توفيقي إلا بالله هذه كانت رسالة غيلان الشعلالي في أول ظهوره بعد الأحديث الكبير وموجة تعاطف الكبيرة بخصوص الإصابة متاعه الناجم الرياضي للساح لأمضى اليوم عقد استشهار مع طيران الإمارات تفاصيل العقد هذا والعروض اللي جات للناجم بعده تحدث عليهم مدير التسويق في لتوالحسن شواش في ميكرو زميلي معلز بوتر هو اتفاق تاريخي عليش تاريخي خطر اليوم كي تكون انت سابعة جمعية في العالم معانتا تحمل السبونسور الإماراتية معانتا النقلة الإماراتية ماهوش يكون بسهل احنا لنيغوسياسون داو من شهر وكتوبر معانتا برك الله تسعة شهور تاوى نيغوسياسون ماكالش سهل العقد محترم برشا 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 سابقة تاريخية في كورت قدم تونسي حبيت معانتا نأكد عليه وكل ماهيش ماهيش قيمة العقد اليوم هي القيمة التسويقية اللي ولت عند النجم الرياضي السحل احنا معانتا لاننص صار ثلاثة يام التالي يبدأوا يخرجوا لذي انفتاسيون بتاع واحد دجا فاما ثلاثة أو الأربع مستشهرين من العالم كلمونا ويحبوا ويحبوا زي يحبوا على شراك هذه هي هي والله خطوة معانتا الكورت قدم تونسي قبل ما تكون للنجم الرياضي السحل مافهماش دوري دي ترميني مافهماش واحد هو عقود في ديز اوبجكتيف في بوكود اوبجكتيف وان شاء الله يكون على مدى طويل من العبيت النادي الافريقي رجعوا اليوم للتمارين بعد الآضراب البرح بسبب مستحقاتهم المادية بعد الآضراب كانوا تواصلوا الاتفاق مع ادارة الفريق مع الهيئة التسيرية واليوم رجعوا للتمارين بالنسبة للتحديث اليومي الحملة التبارعات اللي اتنظمها جمعية السوسيوس المبلغ الجملي الى حد اليوم وصله 832.790 دينار لعب الاتحاد الرياضي المنستيري هيكل الشيخاوي في عجمان الاماراتي الاتفاق حصل ما بين الزوز في رقو قيمة صفقة 450.000 دولار ما يقرب مليار و 380.000.000 بالنسبة للعقد الشيخاوي مع عجمان بش يكون مدة زوز مواسع نذكر انه عجمان الاماراتي يضم في صفوفه في راس بالعربي كيف كيف وش يضم في صفوفه مدافع النادي الافريقي نادر الغندري اللي بش يمضي عقد لمدة عامية غدوة ترجع على بطولة في جولتها 12 من مرحلة البلايوف الدفع الأولى لغدوة 4.5 لاتحاد المنستيري تحاد بن جردين حكام المقابلة هو خالد جويدر في الفار أيمن النصري وتحاد تطاوين الأولمبي البيجي الحكام فرج عبداللهوي في الفار نصر الله الجوادي نواصل مع البطولة لكن نحكيه على الموسم الجديد للبطولة ورسميا تم تحديد موعد انتلاقها بشكون نهار 19 قوت في انتظار الإعلان على نظام البطولة وبقية الرزنامة في الفترة القادمة أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم على الموعد جديد المباراة النادي سفيقسي والهلال السوداني في الدورة التمهيدة الأخيرة من كأس الملك سلمان الذهاب نهار 4 جويلية مازال ما تمش اختيار الملعب والإياب 7 جويلية في سفيقس نذكر ان المقابلة هذه تم تأجيلها وكانت حتى ميش بشدة العب بسبب عجز الفريق السوداني على توفير ملعب بسبب الظروف الأمنية في السودان بالنسبة لبرنامج دور المجموعات نحكيه على المجموعات اللي في أندية تونسية المجموعة الأولى فيها تراجي وسيساس إذا ترشح 27 جويلية الاتحاد السعودي يواجه تراجي في مباراة الجولة الأولى الشرطة العراق يواجه المترشح من سيساس والهلال السوداني 30 جويلية التراجي واجه الشرطة العراق والاتحاد السعودي واجه نادي سفيقسي أو الهلال السوداني و2 اوت الشرطة العراق ضد الاتحاد السعودي والتراجي للتونسي ضد المترشح من نادي سفيقسي والهلال السوداني وبينسير إن شاء الله سيساس مباراة المجموعة الثالثة في الاتحاد المنستري 28 جويلية زمالك الاتحاد المنستري نصر السعودي يواجه الشباب السعودي كيف كيف 31 جوليا الشباب السعودي ضد زملك المصري والاتحاد المنسيري يواجه نصر في قيادة رونالدو بخلف الانتدابات الجديدة و3 قوت الزملك ضد نصر السعودي والاتحاد المنسيري يواجه نادي الشباب بالنسبة الرابع نهائي كاس الملك سلمان ٥ و6 قوت نصف نهائي 9 قوت ونهائي ١ نهار ١٠ شهو الرابط الفرنسي الكريت القدم المحترفة عقبة المهاجم السابق للمتخب الوطني تونسي الكرة القدم وابي الخزري باختية مالية 3000 فورو ما يقارب 10 ملايين توينسا بسبب المشاركة في الريهان الرياضي الموسم 2021-2022 الشيء اللي تمنعه القوانين في فرنسا مهما كان الريهان هذية حتى لكن ما مش متعلق بالمقابلة والفريق اللي يلعب فيه وابي الخزري موجود في قائمة رفق 30 لعب ومدرب ولي فيهم شكونت عقب باختية وتجميل تصل حتى للثافة مقابلة حمزة لماثلوثي جدد اليوم صفة رسمية عقده مع الزمالك المدة زوز موسم نبيل الكوكي خسر اليوم نهائي كسل الجزائر مع فريقه شاباب الوزداد اللي خسر ضد أولمبي شلف 2-1 مقابلة حصل فيه الكوكي على ورقة حمرة وسبب الاحتجاج على قرارات التحكيم في كورتي رياد انقروا ألف مبروك لنادي نساي بالموكنين اللي توجي اليوم بطولة تونس للكبرية بعد الفوز على النادي الافريقي في النهائي الفاينال فور بنتج 29 مقابل في منتاج تتويج هو الأول لنادي النساي بالموكنين اللي يتأسس في 2008 أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزيكا فام بونات نخليكم مع اسماعيل وزياد في بنت لفهم